سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا خباتي ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال شو ما تشوفوا في هذه الفيديو مرحبا بكم في قناة اختكم حرية مرحبا بالناس اللي تحقوا بينا مؤخرا نقولهم مرحبا بكم اهلا وسهلا وشكرا للمتتبعين الاوفية في هذه الفيديو خوتي اخواتي رايحين نوضحوا الامور تبعوا معايا للاخير اخواني اخواتي باش ما تراطيوش حتى حاجة وباش تفهموا يعني كل شي على المواضيع اللي هدرناها من قبل شوفوا خوتي في بادئ الامر خرجنا وزير بليتو ورئيس مدير المؤسسة الوطنية لنقل البحري وهدرنا على البرنامج وقالنا اوني بخي اوني بخي باش يعطيونا الفيديو رانا واجدين باش نخدمو ونستنى وغرف اللي تا تعطينا الفيديو اوني داكو بعدها قبلها بليتو خرج المدير رئيس العام للخطوط الجوية بالنيابة واهدر كذلك وقالهم امام ليتا تقول لي افتح الحدود كليين انا نقول هلا نقول ها ما نفتحش بس كو مرانيش واجدين على اساس طيارات ولا ميتو نونس وهلو ما جرى اوني داكو بعدها يخرجنا وزير النقل ببيان بزيادة رحلات 108 رحلة في عدة وجهات وزوارية ورحلات اضافية اه طبعا لكل من فرنسا واسبانيا وبلجيكا اكسي تيغا اكسي تيغا اه بعدها يخرجنا اه امين اندلوسي في اذاعة في الاشان تاع اه النهار على ما اظل درتلكم الفيديو تاعه وقلكم رايحين نخفضوا في الاسعار ورايحين نديروا وسراء وطر اه بعدها خرجوا منشور اه الجوية الجزائرية خرجت منشور على صفحتها تاع الفيسبوك اه باستئنف بيع التذاكر للرحلات الجديدة ابتداء من احداش مارس اوني داكو راكم معي لحد هاد الساعة اللعشية من ذاك في الليل هاد المنشور نشوفوه انسحب نشوفوه اه لسيبريمي اه اغاجيغي الا سيبريمي سات نوتيفيكاسيون الجالية الجزائرية يدخلها الشيخ خابتي اخواتي ومنهم انا يعني من كذا بشي عليكم بعد ذلك اخرجنا عبدالوهابي عقوبي النائب للجالية الجزائرية زعمه باش يسيغي للاسيتياسيون وباش يطمئن الجالية الجزائرية قلكم علاش يعني السبب الحقيقي اللي اللي لغى وعلى جاله هذا المنشور هو انو اه اتج يعني اتصل بالخطوط الجوية بمسئولي الخطوط الجوية وقالوا له باللي راني نستنو في الفوذاء وفي الوطوريزاسيون انتاع الطيارة المدني احنا راني نتبعو في الكذاب الباب الدار هاكذا خاتي واليوم كي نح حاجة جديدة اخواني اخواتي اه ناقبل اليوم بعدها اه طيروا وزير النقل نح وزير النقل يا اخي راكم على بالكم كاملين وانشاط لكم المعلومات كاملة اي معلومة تكون في الجزائر وخاصة خاصة اللي تخص الجالية وتخص النقل الجوي وتخص النقل البحري نحطها لكم في القناة وانتشرت الاشاعات في شبكة التواصل الاجتماعي هذا المنشورة تحذف علاج الوزير النقل اللي نحاوه ورايحون يستبريموا لبخوغام وكل واحد وش يقول يا اخوتي والحقيقة ما نشعر فين ها وين هكذا احنا راني نتبعو فيهم احنا نتبعو فيهم غير بالعقل بالعقل اليوم اخوتي الصباح ادخلت لصفحة وزارة النقل نلقى لبخوغام اللي حط وزير النقل السابق ما كانش الي سيبريمي نحاوه كيما دمحات الخطوط الجوية الجزائرية المنشور تحا على الخطوط الجوية قلنا بالك صح يستنوا في الففاق انتع الطيران المدني بالصح القرار تعوزير النقل لزيادة 108 رحلة راهو تنحى من الصفحة الرسمية لبزارة النقل وتحبو تدخلو ليها وما تلقواش البارح في الليل كان كاين اللي حدشتها الليل كان كاين اما اليوم الصباح ما كانش وشني هو المشكل شني هو المشكل بما انه اليوم الاحد كاين مجلس للوزراء مجلس الوزراء تحت رئيس رئيس الجمهورية ممكن جدا رايح هو اللي يعلن على هذا البرنامج بس كاي الناس بزاف يقول لك وزير النقل اتخذ القرار من راسه وخرج هذاك القرار ورئيس الجمهورية كزعف وما بغاش على هذيك اللي نحاه ممكن جدا رايح هو اللي يعلن على هذا البرنامج وبالك رايح يزيد في الرحلات وبالك رايح يفتح الفتح الكل اللي اخواني اخواتي احنا نتفائلوا خير استنوني اخواتي العشية ان شاء الله كي يكمل الاجتماع نشوفوا البيانة تحهم ونشوفوا القرارات اللي يتاخذوها في هذا الموضوع بالذات اللي خص الجالية الجزائرية يعني رايح يلعبونا بأعصابنا اخواني اخواتي نقول لكم لذيغتي رب يكون معنا رب يكون معاكم ان شاء الله رب يعطينا الصبر وربي يعطينا الشجاعة باش نكملوا في هذا المشوى كين بزاف يعطينا نخلي لكم الصور تعال 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 الرحلات الرحلات الجوية اللي داروها جديدة راهم حاطينها في السيت اوفيسيال تعال الروبور دو باري ذاكم نحطها لكم مخوتي هذه هي الصور تاحهم راهم حطوطهم برمجة بليدات بساعة بلا كومباني اغيان بكل شي راهم برمجة ومحتوطة في الفلوسيت تعالي غو فوق دو باري كينا تعال نبا كينا تعب جايا وكينا تعال جي فاقوند خطعت لمسان ما لقيتهاش يعني قال لك لي ما عندو شاهد كذا بيكون حطها لكم بالصح المشكل وين المشكل احنا حبينا نفهمه حبينا من السلوطة الجزائرية تخرج لنا منشور ولا بقرار سيادي ويقولون اس كوكين فتح ولا ما كانش هكذا الجالية الجزائرية تتهنى مش مخلينا عايشين فوق النار ما سبنا الجالية مسكينا ما صابت تريزيرفي للصيف ما صابت تحبس ليبيي غاليين هدروع لا تخفيض الأسعار مش فناش هدروع للرحالات مش فناش يعني جيس كاكون جيس كاكون نطلبه من رئيس الجمهورية يأخذ ويتاخذ قرار سيادي في هذا الموضوع الجالية راهي تعبت راهي تعبت نفسيا تعبت حبين يروحوا يشوفوا البلادهم وفي النهاية يخرجنا بقرار يعني مش وزير النقل اللي خرج به يخرج به رئيس الجمهورية البارح وارك مش فتوح حتي تلك المنشورات يخرج بقرار أنه در عشر طائرات لمناسره الفريق الوطني بأقل ثمان ملايين وخمسمائة للواحد تو كم بخي تو كم بخي لغوة لأسرانس لتس فيسير لدي دي بلاسمن دو للايروبور كل شي لبي كل شي كم بخي في ثمان ملايين وخمسمائة يعني مواء سوصاندس بورسان دو بي نعمال وعلى هذ القرار ما يتخش في صالح الجالية الجزائرية وعلى هذ الطائرات ما دارهمش للناس اللي ما تولهم والديهم وما تولهم لا فهم يتاحهم باش يجي يروحوا يدفنوهم احنا نحوسوا على العدل العدل برك ما نش ضد الفريق التاعنا ما عليهش كي يدير طائرات دير طائرات يروحوا لهيه يدير طائرات الجالية الجزائرية اللي حابة تشوف أهلها حابة تروح تدفن موتاها حابة تروح تشوف مرضاها حابة تشوف لفاميتها فلا خابتي استناولي العشية ان شاء الله ونشوفوا القرار اللي راح يتاخدوه ان شاء الله خير المهم انتم ما ما تتشائموش اتفائلوا دائما التفائل المليح خابتي مولف نجيبلكم الطاقة السلبية الطاقة الإيجابية بقى المهم نقول لكم استناولي العشية ان شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم شكرا